مرحبا خاله من الجلوتين خاله من الألبان أو مشتقات الألبان وكمان سعرات الحرارية الموجودة فيها كتير قليلة يعني بتناسب الأشخاص اللي بيتبعوا حمية غزائية أو حتى عندهم مرض السكري أنا هلأ بمشاهدين أحور جيكم أكتر عن الجهاز هأحكي عن جهازات الجهاز اللي هتحصلوا عليه هيكون معه رأسين مثل ما لكم شايفين الأول بشكل عادي أما شكل الثاني فهيكون عن شكل نجمة يعني هننا عم يقدموا بيبين شكله professional أكتر سارة وكمان رح يحصلوا على البوكلت الموجود معنا اللي هو في وصفات لكل السيدات إذا حابين يعملوا وصفات غريبة وطبيعية كمان اللي رح يحصلوا على دمان لمدة سنة سارة إذا حابين مشاهدين أن تطلبوا اليوم منتج الموجود معنا فرقم المنتج هو 482400 هلا لحنا عمل معكم نحنا أول ديمو لحتى نفرجيكم كيف أنتوا من الفويكة المجمدة بتقدروا أنتوا تعملوا إشياء كتير فراش وبوزة فراش عنا أول بوزة اللي نعملها معكم هي مع الموز والفراش كل اللي علينا نعملوا عم نشوف الجهاز منحط نحنا الموز أول ما نحط الموز وبعدين منضيف معه اثنين استروبري ومنكبس الجهاز على كبسة الان بتبلش بتطلع عنا البوزة نحنا طبعا منضيف على حسب كيف نحنا بدنا الانجريديونت تكون بدنا نضيف فرولة أكتر بدنا نضيف موز أكتر شو حابين نحنا نعمل منضيف عم نشوف هوني عملنا نحنا البوزة مع الموز والفراز لضفة سكر لضفة حليب ما ضفت شي بالمرة نحنا نعمل هوني مكونات متل ما بتشوفه من دون اي اضافات شو رأيك؟ كتير طيب غير شكل متل ما قلت لا سكر لا اي شي وشكله عن جد كأنك شاريتية ما نعم تعملية بالبيت انا هلأ حوارجي ومشاهدينا المنتج الموجود معنا كمان شو هيقدم وصفة تانية هيكون في موز والتمر وشوكولات هلأ الحلو كمان اللي عم نشوفه هون انه نحنا فينا نختار المكونات اللي بدنا اياها كل اللي لازم نعملوا انه يكون عندنا نحنا الفواكي فراش ناخد هاي دي الفواكي نجمدها نحنا للاق الفواكي بعد ما نجمدها نحط شو ما بدنا مكونات هوني ضفنا موز حطينا التمر وعم نشوف كمان التمر اللي حي بلش ينزل معنا ما يعلي للقشر تاع التمر بيعلق ولا شي بالمرة من دون اي اضافات عم نعمل يعني من دون ما نشوف نحنا سكر شكله شو حلو حتى التمر اللي عم يطلع معنا التمر اللي عم يطلع معنا عم نشوف كيف عم يطلع معنا بطريقة كتير حلوة مزبوط من دون اي اضافات الفكرة من دزيرت بولت انها عم تقدر تعطينا بوزة من فواكي طبيعية لا عم نضيف سكر لا عم نضيف حليب كل متل ما دكرت سماح لكل الاشخاص اللي عندهم يمكن مشاكل صحية هايدي هي البوزة البرفكت لحتى هم ياخدوها شو في شكله شو حلو عن جد انا بس بدي دوقة سارة اكيد من مبارح نحنا عم نقول قدي هايدي التكستر اللي عم نشوفها منيحة وزيع هلا الجهاز اللي نحنا عم نقدمه ديزيرت بولت هايدي الجهاز الحلو انه نحنا ما في ابدا اي شفرة بقلب الجهاز كيف بيشتغيل عنا هايدي هو الكونتينر اللي موجود معنا مجرد نحنا ما نفتحه هايدي هي القطعة الاساسية هايدي القطعة هي عبارة من البلاستيك هي اللي بتساعد على هرس كل المكونات لتطلع عنا يعني ما في اي شفرة لما نقول سيف يعني ولاتكن بيقدروا مع اصحابهم اذا جمع هايك بين الاصحاب بيقدروا يعملوا بوزة لحالهم بكل امان هلا بدنا نعمل خلطة كمان جديدة عنا الموز عنا الشوكولات عنا جوز الهند والفانيلا هلا نحنا عم نختار الموز لانه الموز بيساعدنا لحتى تكون التكتشور تاعتنا نعمة ولكن لحنشوف كمان مكونات تانية خالية من الموز منضيف نحنا الموز منحط قطعتين من الشوكولات منضيف عنا هون معلقة من جوز الهند ومنحط شوي من الفانيلا يعني كل ما عم نشوف انه والحلو انه ليكي كم تكتشور قدرنا نحنا نحط بقلب هايدي البوزة يعني هون عم تنزل عنا كل المكونات منرجع منكرر العملية وانا هذا الرأس طبعا النجمة كتير عاجبني لانه عن جد تبين انه بوزة شارفية مش مكان او طلبتية او حتى هدول بالطريق اللي يعملوها بالبوري هايكي تشفية عشاك النجمة عن جد كتير شكلة حلو ما حدا حيتوقع انك هاي عاملتية بالبيت لما تقدميها لضيوفك او حتى لقدبها والحلو لما بيكون عندك انت مثلا اي هيكي مناسبة خاصة ليكو التكسشر اللي موجودة معنا تماما متل تكسشر البوزة يعني كأنه نحنا شاريين بوزة بس متل ما شفته ما حطينا سكر ما حطينا حليب ما حطينا شي بالمرة وعم تطلع معنا نفس الطعمة وسماحوني كمان عم بتقلنا الطعمة كيف عم تطلع نحن 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 نحط الموز ولكن كل المكونات عم تطلع كتير خفيفة بالعادة صعب نحن نتناول الفواكي انا هلأ بدنا نغير الموز شوي سنورجي اننا نحن جايبين مانجو وجايبين اناناس كيف ستطلع كمان حطيب كتير انا مأكد هلأ بدنا نشوف شغلة انه نحن عنا بالعادة صعب نتناول الفواكي دايما منكسل انه نحن نقشر مثلا مانجو أو نقشر اناناس أو ناكل كمية من الفواكي ولكن كلنا منعرف قدي هايدي الكمية مهمة لكل ياتنا حتى لأطفالنا هوني انتو عم تاخدوا بالتعقد عم تاخدوا انتو كل هايدي المكونات ولكن عم تاخدوها انتو على شكل بوزة اللي هي كل الاشخاص متل ما دا كانت كبار وصغار بيحبوها ما بيحبوا يأكلوا فواكي بس اذا عم تاخدوا شكل البوزة تطلع كتير كتير طيبة هوني شفنا هايدي المكونات اللي عملناها هي عملناها من المانجو كمان عملناها من الاناناس يعني شفنا نحنا العديد من الاشياء لحنا نترك هلأ سماح الدوق وتقلنا الطعم كيف طالعه متل ما شفته عملنا نحنا بوزة بمكونات طبيعية بالفواكي بالعادي كتير منكسل نحنا ناكل الفواكي وخاصة منعرف قدال الفواكي صحية ولأطفالنا بالذات بتكون صحية اكتر هلأ فيكنتو عملونهم بوزة من الفواكي من دون اي اضافات لحطينا سكر لحطينا مشتقات الحليب وكمان لكل صبية عم تحضرني كلنا منعرف قدام نحب ناكل بوزة ولكن منعطى الهم يزيد وزننا شوي هلأ ما في ابدا تحسي بالزم لانك انت عم تاكل بوزة طبيعية مية بالمية لح ارجع اذكركم على السريع شو بتحصلوا مع جهاز ديزيرت بوليت اللي موجود عنا على الطاولة هونيكة بتحصلوا انتو على هيدا الجهاز مقدم لالكن مع رأسين رقم المنتج هو 482 400 جاي لالكن مع رأسين رأس على شكل النجمة والرأس التاني اللي عام نشوفه هون على شكل الدائرة هيدا اللي بيعطينا الشكل اللي شفناهون اثناء الحلقة الى جانب هيدا الشيء الى جانب هيدا الشيء كمان عنا نحنا هوني الريسيبي بوكلت هيدا الريسيبي بوكلت سماح بقلب وصفات كتير عديدة تقدر السيدة تتحكم بأفكار جديدة وعندها أفكار جديدة وتضيف مكونات هي اللي بديها هيدا كله جاي لالكن كمان معظمين لمدة سنة رقم المنتج ذكرناه قدامكم بسعر جدا جدا تنافسة لح اتركوا لكم الفرصة تتصو فينا على الأرقام نبيني قدامكم على الشاشة ابقوا معنا أنا وصماحهم كافيين بمكونات أكتر لحتى نعطيكم أفكار جديدة من ديزيرت بولت يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.citrusdv.com موسيقى رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وأنا بحب أذكركم بالجهاز الموجود معنا اللي هو ديزيرت بولت اللي هو بيخلط الفواكه المجمدة وبيقدم لكم أيس كريم طبيعي 100% بمجرد إنكم تتصلوا رح تحصلوا على الجهاز مع رأسين مثل ما لكم شايفين الرأس الأول بشكل دائري أما الرأس الثاني اللي حيجي معه فهو على شكل نجمة أيضا رح تحصلوا على بوكلت في وصفات وأفكار جديدة لكل السيدات وكمان ضمان لمدة سنة أنا هلأ أنا و سارة هنرجع نقدم لكم وصفات وأفكار جديدة أنا أول شي سارة رح قول للمشاهدينا الموجود معنا اللي أنا جد كتير كتير بحبه هو الكوكيز والموز أنا هنرجع مشاهدينا كيف هيكون هلأ الشغلة الكتير حلوة والمميزة أنه نحنا عم نشوف أنه عم ندخل مكونات الموز ولكن الموز عم نستخدمه لأنه هو اللي بيعطينا هايدي التكستر اللي بتكون كتير 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 نعمة فبتعطينا هايك الشي اللوك اللي نحنا بدمية يعني عنا هون الكوكيز عم ينزال بطريقة كتير سهلة برجع بذكركم نحنا عم نستخدم الفوك الطبيعية مية بالمية ما في أي إضافات لا لدينا سكر ولا لدينا حليب ولا لدينا أي شيء بالعكس لدينا أكل صحيحة مية بالمية لفوكة عم نحولها لبوزة كتير طيبة لا أحبت مع أفكار جديدة شوفوا البوكيز مع المص شكله كتير حلو شكله كتير حلو لأنه يعني الشكل الذي تحصلوا عليه كمان شكل كتير مميز شوفوا شكله؟ آيس كريم كتير حلو أنا كمان بدي دوق منه أكيد مثل ما شفتوا معنا هيدا الجهاز هو بيعطيكم للفوكة المجمدة الطبيعية مية بالمية هلا لحنا نعمل نحنا وصفة تانية موجودة معنا وهي بكل المكونات إذا بدنا نقول الفراز والتوت والمكونات الكتير طيبة كل اللي بدنا نحنا نحطه منحط نحنا عنا هون الفراز نحط أد ما بدنا يعني هون نحط نحنا التوت الأسود نضيف كمان عنا التوت الأحمر نضيف كمان شوي من البلو بيريز نضيف كمان شوي من البلو بيريز أنا مأكدة يعني ألوانهم وأشكال ستطلع بتجني وعنا كمان منحط شوي من جوزل هنا فيها سيدة تتحكم بالنكهة اللي هي بديها نضيف الجهاز شو حلو حلوانا كمان شو حلوة وفينا نضيف كمان شو حلوة وفينا نضيف كما بدنا نحنا من المكونات كمان شو حلوة كمان شو أنا مأكدة طعمتها ستطلع بجانا يعني هوني بتقدر السيدة تتحكم اي نكهة هي بدايها عم نشوف كمان التكستر اللي موجودة معنا التكستر هي ناعمة تماما مثل تكستر البوزة من دون اي اضافات شفتوني لا حطات سكر ولا حطات حليب هيدا الشي بتقدروا انتوا تحصلوا عليه عبال ما انت تدوئي بدي فرج كل الاشخاص اللي عبي تابعونا بهيدا الجهاز اللي موجود معنا ما في اي شفرة كل اللي موجود هي عبارة عن قطعة ملي بلاستيك هيدا هي القطعة اللي بتساعدنا لحتى نحنا اذا بدنا نقول نحرس كل الفواك اللي موجودة معنا منركبها بكل سهولة حتى طريقة التنضيف كتير سهلة هيدا هي القطعة اللي بتحول لنا الفواك اللي مجمدة لايس كريم طاعمة بتطير العقل وسهلة الاستخدام يعني هي بلاستيك كتير كتير خفيفة شكلا يمكن يكون اتقل من هيك بس هي طريقة ولما منقول سماح انه نحنا تفضلي لما منقول انه نحنا ما عنا ابدا اي شفرة يعني ولادنا بيقدروا هي بجمعتهم مع اصحابهم بيقدروا يعملوا المكونات اللي هيدا اقدموا كمان حنكون في افكار جديدة في الموز والمانجو والقرفة والفانيليا قبل ما تبلش في الشغلي بدنا نفرجيها لكل اللي عم بيتابعنا في عنا هيدا القطعة هيدا القطعة اذا عندكن مكونات حابين هيك تضيفوها وتكون الاستخدام اسهل بس بتضيفوها على هيدا القطعة وبعدين بتصير عندكن جاهزة او فيكون من دونا متل ما شفنا واستخدمنا بالدمو اللي قبل اوكي هلا سارا انا هحط موزة وبدنا نحط كمان معو المانجو الحلو برجع بذكركم كتير 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 نحنا منتغلب انه ما منحب ناكل فواكي منكسل دايما انه نحنا نقشرة هلا كل ياتنا لحناكل فواكي ولكن بهكي مفهوم تاني واللي هو البوزة لكل ياتنا كبار صغار كمان مكونات يعني حتى بالرغبة فينا نحطها والحلو كمان انه متل ما فرجينا من شوي انه الجهاز اللي موجود معنا ديزيرت بوليت ما في بقلبه اي شفرة يعني حتى هو اذا بدنا نقول هيكي اكتيفيتي كتير فن لولادكن يقدروا هني يستخدموا هيدا الشي لحالهم بالبيت من دوم ما تعتلوها بالمرة فيكي تضيفي مانجو كمان اكتر لحتى يطلع اللون متل ما انتو هيكي بتحبووا تضيفو يطلع اللون هيكي فيبرنت اكتر فيكم تخطو المكونات اي الوان منحب خاصة من رغب فيها الولاد مصغرين ما بيحبوا الفواكي انا مأكد انه هيك هيحبوهم كتير والحلو ولكن التكستر قدي نعمة برجع بذكركم انتكم فيكم تضيفو اي نوع من الفواكي ولكن اذا نحنا هون عم نستخدم الموز لانه الموز بيعطينا التكستر اللي بتكون هيكي كتير سلسة ونعمة هلا بدنا نستخدم نحنا كمان مكون تاني داخله موز مع الشمام والمانجو كمان فينا نضيف هيدا القطع اللي موجودة على الجهاز بمجرد نحنا ما نحطها بتصير عنا الجهاز جاهز للاستخدام نحط اول شي الموز ها منشوف الموز قدامنا منحط الموز منضيف قطع الشمام فينا نحط قد ما بدنا قطع شمام ومنضيف كمان فوق شوي من المانجو هيدا بتطلع عنا هيكي المكوون قونات غنية اكلنا لك قدي اكلنا موز وشمام ومانجو خلطة كتير حلوة وكل هاي الافكار موجودة بالفكية كتير افكار تانية كمان استخدات يعني فيهم يستخدمونها وتكون لقالهم يعملوا ليك افكار جديدة لأطفال ومحببوهم بالفواتي او حتى لضيوفا اذا حاببوهم يعملوا شي غريب واكيد انا من اكد انه لما يدوقوا حيستغربوا انه هاي الافكار طلعت من استخدام حتى من الايس كريم نعمل بالبيت بدون اضافة للحليب ومشتقاته او حتى للسكر لانه المكونات لحالة طبيعية بتكفي وبتطلع كتير طيبة هلا عم نشوف هوني نحنا عملنا الموز وعملنا معو الشمام وعملنا كمان المانغو برجع عم نشوف التكستشر هاي دي تكستشر اللي عم نشوفها ادي تكستشر كتير 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 نعمة مثل تكستشر البوزة بالضبط منذون نحنا ما نضيف اي سكر منذون ما نضيف حليب هي اكتيفتي كتير فن لكل الولاد الزغار لكل سيدي محب هاي كتير طيبة ايه هلا بدي اكلهم كلنا ارجع لكل سيدي محب تحس بالزنب أنها عم تأكل بوزة تقدر أنت هلأ تتناول شو ما بديك كل الفواك اللي أنت بدك إياها من دون ما تحس بالزنب لأنه ما في سكر ما في حليب سعرات حرارية كتير قليلة فيك تحط شو ما بديك من المكونات وعنا كمان نحن ريسيبي بوكلات بقلبه مكونات كتير عديدة لتقدروا أنتوا تختاروا الشي اللي أنتوا بدكن إياه إذن كل الستات اللي تابعونا اليوم بمجرد أنكم تتصلوا اليوم وتحصلوا على جهاز ديزر بولت رح تحصلوا أيضا مع الجهاز على رأسين مثل ما لكم شايفين واحد بشكل دائري أما الرأس الثاني الموجود معنا فهو على شكل النجمة أيضا رح تحصلوا على بوكلت في كل الوصفات الجديدة وحي أيضا يعني الإشياء الغريبة والأفكار الستات اللي حتستخدمها حتكون كتير تعجبها أيضا الضمان لحيكون لمدة سنة كاملة إذن مشاهدين اتصلوا اليوم وحصلوا على المنتج الموجود معنا رقم المنتج الموجود هو 482400 لهم بتكون خلصة الفقرة تابعنا تابعونا دائما أنا وسارة بفقرات جديدة أعجبكم المنتج اضغط على إضافة في السلة